لم ينجو مصطفى الكاظمي من فخ الوزارات الشاغرة التي وقع فيها أسلافه حيث تطل المحاصصة الحزبية والطائفية كمحدد يقيد رئيس الحكومة الجديد المكلف أصلاً بناء على ثوافقات الأحزاب سبع وزارات هي التجارة والزراعة والعدل والثقافة والهجرة والنفط والخارجية لم تحسن بعد بسبب الخلافات السياسية الحادة حيال أسماء مرشحي تلك الوزارات والكتل التي ترشحهم للمناصب لكن الصراع الأشد يدور على وزارتين النفط والخارجية وهم الوزارتان الأكثر جدلاً حالياً في ظل اعتباد موازنة العراق الكلية على النفط وأهمية وزارة خارجية التي ستقرر إذا ما سيتحول العراق عن إيران نحو الخريج العربي في علاقاته بسبب أزمته الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا تعهد الكاظمي لنواب البصرة بأن يكون أحد المرشحين المختارين لوزارة النفط من المحافظة وضعه في شد وجذب مع الأحزاب التي تريد تحصيل أكبر حصص لها في هذه الحكومة تلك التي تبدو الأجواء مؤقتاً مريحة لها مع عزمة كورونا وحظر التجوال الذي قيد نشاط التظاهرات الرافضة للنظام والعملية السياسية برمتها على مستوى البرلمان نفسه يبدو حسم هذه الحقائب الوزارية دفعة واحدة حلماً غير وارد التحقق على المستوى القريب في ظل سياسة لي الأذرع التي تتبعها الكتل ضد بعضها لا سيما تحالف الصدر ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يتهمه تحالف سائرون بإسقاط مرشحهم لرئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي لحساب مرشحي تحالف الفتح والمالكي أمام هذا التخبط السياسي يبدو تفاقم انتشار الفقر وفايروس كورونا على مستوى أعلى هو السيناريو الأكثر ترجيحاً في العراق مع غياب الخطط الإسعافية عن حكومة الكاظمي التي فضلت استقطاع الرواتب من موظفي الدولة للخروج من أزمتها ما يذر بحسب مراقبين بعصفة من التظاهرات ستكون أعتى من سابقاتها ضد شركاء العملية السياسية الذين أوصلوا البلاد لهذه المرحلة الحرجة ترجمة نانسي قنقر